اليمن يستأثر مجدداً باهتمام ثاني أهم جولة لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى المنطقة على خلفية الأزمة والحرب في البلاد فقد أجرى الوزير جونسون محادثات مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله فيما يجري محادثات مماثلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة غرب المملكة ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية البريطانية فقد شدد الوزير جونسون على الدور الهام لكل من سلطانة عمان والسعودية في إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن مؤكداً في الوقت ذاته على أن لا حل عسكري للصراع بل إن محادثات السلام هي الحل الوحيد طويل الأجل للشعب اليمني هذه الزيارة وفقاً للمراقبين تكرس الدور المحوري لبريطانيا في الوقوف على ملف الأزمة والحرب في اليمن على إثر تراجع الدور الأمريكي في عهد ترامب وبما يشكله ذلك من تعزيز لدورها بهذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فالوزير نفسه كان قد زار مسقط للغراض داته في الثامن ديسمبر من العام الماضي بعد يوم واحد من عقد اجتماع للرباعية في أبوظبي بغياب سلطانة عمان فيما تأتي زيارته الحالية بعد يوم أيضاً من اجتماع للرباعية بشأن اليمن عقد في السفارة البريطانية بباريس بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات غابت عنه سلطانة عمان أيضاً خاب الاهتمام بجولة الوزير البريطاني وبمحطتها الأولى مسقط في الصحافة السعودية رغم أن السعودية هي المحطة الرئيسية الثانية في زيارة وزير الخارجية البريطاني موقف يعزيه المراقبون إلى الطبيعة المحورية في جولة جونسون والتي تتركز حول ضرورة الاستمرار في معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن رغم الترحيب البريطاني بالخطة الإنسانية الجديدة بشأن اليمن التي طرحها التحالف بقيادة السعودية